عزيز المشاهد حذرت تماما من الأفلال من شرب الماء القراح والسوائل خصوصا في شهور الصيف ومع ذي درجة الرطوبة في الجو وخصوصا إذا كان عملت يحدث فيه حرق شديد في هذه الشهور بزيز بزياد نسبة العرق يفقد الجسم جزء كبير جدا من السوائل والأملاح المعدنية اللازمة لوظيفة الكل ومع تكرار هذا الجفاف المستمر يحدث حصوات ومشاكل كثيرة في الجهاز البوي والحقيقة الهامة التي يجب أن نعلمها أن إفراز البول وتركيزه يحدث أثناء النوم لذلك أنصحك عزيز المشاهد بأن تتناول كوب أو كوبين من الماء قبل التوجه للفراش مساء وإذا استدعت الحاجة لأن تقوم لتتبول أثناء النوم فلتعوذ ذلك بشرب كوب أو كوبين آخرين من الماء العادل والنصيحة الذهابية التي وجهها إليك يا صديق المستمع أن تبدأ يومك صباحا بشرب نصف كوب من الماء الدافئ إذا استمعت إلى هذه النصائح ونفستها فسيبقى جهازك البولي سليما والعظم موسيقى